أرجعناكم من جديد مشاهدينا مكملين في محطاتنا وفقراتنا الصباحية هذا العالم ليس بعالمي هو عنوان لرواية أتتنا بها إيمان أبو صرفون قولوا لها العالم ليس بعالمك لكن البرنامج هو برنامجك برنامج صباح الشروق الذي يتم بكل الروائيين مرحبا بك يعيشك مرحبا بك إذن هذا العالم ليس بعالمي هو آخر عمليك وثاني في رصيدك الأدبية نهنؤك نقول لك مبروك شكرا هذا الرواية شكرا في مقدمة هذه الرواية كنت وجهت إجابة للعديد من الألسنة التي ربما شككت في قدراتك في الكتابة لما نوجهت هذه الرواية وما مضمون الرواية؟ لا هي مقدمة الجميع لمن لم يستطع تأليف كتاب يمكن أن يكون خاف أو عنده شوي خوف إذا قرأ المقدمة رح يتراجع شوي مضمون الرواية هي رواية فنية أدبية تعكس هواجتي لأحاكي بها الحاضر واستخدام الشعور لتكلم عن العالم الآخر والحاضر أيضا جمعتي بين العالم الآخر والعالم الحاضر لكن أنا سأعود إلى المقدمة قلت إلى كل شخص يعيش في العالم الظلام مثلي وقدم له هذه الرواية إلى الأشخاص الذين قذفوا في وجه دفتر صغير وقالوا لن تستطيع كتابة جملة مفيدة وقدم لهم هذا الكتاب الشخص الذي قذف في وجهك دفتر صغير وما كان فيه دفتر الخاص بإيمان أبو زرافة؟ لا هي قصة هي رواية وقعية وقعية يعني سواء من أصدقاء سواء من أشخاص سواء من الأمرأة سواء من الفتاة اللي تحب تألف كتاب لكن ما تكونش عندها قدرة تكون فيها شوي خوف هكذا تراجع المقدمة كي تقرأها شوي على الأقل تنحيلها شوي شعور بالخوف ما عشتيش الرواية هذا العالم ليس بعالمي ولا عشتيها إلا أجزاء منها ما يشل كثير أجزاء منها خلينا نبدأ من بداياتك وقتاش تخل في هذا العالم عالم الكتابة عندي عامين أنا مني كنت صغيرة وأنا حب نكتب ألوح حبيت نجرب نكتب نألف كتاب درت عهد دم الشيطان إصداري الأول مجموعة قصصية كل قصة تختلف عن الأخرى بطبيعة الحال فيها 48 قصة ماشاء الله 48 قصة كنت جمعتهم فيما قبل مجموعة قصصية وش حال استغرق معك وقت أنك مدة سنة كتب هذه القصة سنة سنة ونبع دراستك إيمان درستي أدب العربي إيمان يعني معروف أن الكاتب والروائي يطلق العنان للقلم كي يعبر عن ويحاكي ربما الواقع اللي يعيشوا وحتى الواقع اللي يعيشين وحد أخرين صح؟ صح؟ بالنسبة لي مثل هذه الروايات هل تجد قراء بالجزائر؟ كل رواية وعندها صداء تحى كأن الرواية حزينات لقى عند قراء عدد القراء فوق عدد لحب الرواية مثلا رواية البوليسية رواية كل رواية وعندها الفئة تحى تم نشر هذه الرواية؟ طبعا أكيد وين نلقاوها؟ في بعض الولايات مش لكثير بسح ان شاء الله يكونوا في جامع الولايات إيمان بوزرفها عالم الكتابة وعالم الأدب يعني قليل من الأشخاص ربما اللي ينعم عليهم مولى عز وجل يختار اللي عندهم موهبة وهواية صح؟ صح ربي يمد الموهبة لأشخاص وليس لكل الأشخاص لكن يجب أن يحسن استثمار واستغلال كل شخص منحه الله تلك الموهبة وتلك الهواية حب الكتابة والقلم منتعك وحب الموهبة اللي يعطاها لك المولى عز وجل أكيد نعمة نشرف بها وتشفي أنك تختلفة على أشخاص الأقارين؟ حسب تعاملهم أنا نتعامل معهم حسب العقل تحهم يعني عقل غابي نتعامل معها غابة عقل متقف نتعامل معها بعقل متقف كل واحده عقليته أما بالنسبة للكتابة يعني هي نفسي نحب بزيف شغافي وميولي الكتابة هذا ما جعلني أؤلف الكتابين كل شخص يحاول أنه يعمل إسقاط لحياته من خلال الكتابة تعول أدب ولا الظروف اللي يكون عايش فيها بالنسبة لك اختيارك للمواضيع كيف الشيجي؟ وهل بالضرورة يكون فيه إسقاط لشخص إيمان مزرفة من خلال الأعمال والرواية؟ لا مش بالضرورة يكون إسقاط ومش بالضرورة أنها تكون خيالية يمكن تلقى تلقى رواية تع صديقك مثلا بإمكانها أن تكون رواية يعني يجيب لك صادة كبير للقراء وتقدر تنتجها من طبيعة من أي مكان كل كاتبة وكل أديبة تحاول أن تدافع عن دوات جنسها من خلال العمل اللي تقوم به صح؟ صحيح بالنسبة لك أنت يا كيف يمكن أن تخدم المرأة من خلال أعمالك والكتاباتك؟ مثلا في رواية الأسودية ليقو بيكي لأحلى مستغانمي صرحت في قتلهم أنا مرأة عربية لأن وجدتها بزيف انتقادات أنها الأسودية ليقو بيكي لا أريد أن تتحدث عن أمور خارج الدين لدينا لا أنا بالنسبة لي عادي اللي تحب المرأة ليش غير المرأة الرجل المرأة جميع الأفراد يعني أنت ضد أنك تكتب فقط للمرأة لا ضد المرأة جميع الأفراد سواء الرجل أو المرأة ما لديك مشاريع إيمان بوزرفة من بعد هذا العالم ليس بعالمي؟ رواية بوليسية إن شاء الله إن شاء الله رفع ليك شكراً لك إيمان بوزرفة يعني الأديب قليل الكلام لكن يبدع من خلال الكلام الذي ينفر عبر الورق وعبر كل ما ينشره شكراً لك نوردينا بيتلايتي عفوان مشاهدينا مكملين في محطة